اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضيفتنا فنانة مشتهدة شاركت في اكثر من حلقة بمسرسل طبعا درايش رحبوا معي بضيفتي لليوم محفوظة راشد كنعام وانتي بألف خير ان شاء الله صحة وسعادة يا رب مبارك عليك الشهر سعيدة جدا بحضورك واسعيدة ايضا بالطبعا اللقطات اللي شفناها والحلقات الماضية اللي فاتت وكنت موجودة فيها وانا اسعد طلبش وبرك الشهر على جميع المشاهدين والله يدومها يا رب ان شاء الله اعوام واعماء وعماء فيدي امين ان شاء الله يا رب امين محفوظة كلمين عن مشاركتك في مسلسل درايش كيف اجت المشاركة؟ والله المشاركة في درايش كانت محظة صدفة كانت عن طريق مقر العمل اللي انا اشتغل فيه احد الاخوة الكرام زايريني في مكان العمل وعرض علي فكرة التمثيل بدرايش واتشجعت للفكرة لانه تعرفي اول مرة وما سبق اني خط التجربة وتعرفت على الاستاذ الكبير عصان الزجالي وعرفني على مخرجنا محمد وقاف تفضلي محطة كلام شهر بالخير تفضلي تسلم وعرفني على الاستاذ خذي راحتش خذي راحتش قد ما تبين ونقدر نسولف يعني وعنده نوقت واي طويل تفيتي؟ شكرا يا محمد تسلم شكرا لك شكرا يا محمد والله تخليك يا رب نكمل حدي عرفني على الاستاذ محمد وقاف وعملوا لتست شافوا الاداء اللي انا اديته وبعدها اسعد عليها اكثر من حلقة والحمد لله رب العالمين اتمنى انه ادائي مثل ما اطرو الوسط الاعلامي بشكل عام اتمنى ان شاء الله يا رب رد تفعل الجمهور تكون اقوى ابن الله تعالى طيب الان مر ثمان سيام وثمان حلقات من درايش وفي اكثر شكرا يا محمد تسلم يا بوي تسلم يعني مر ثمان حلقات الان والناس تابعوا حسيت في ردود كذا فعل وصلت ليك اخبار والله محفوظة هذه الحلقة كنت متميزة يعني خبريني عن ردودك فعل شفي هو بالنسبة للحلقة الاولى الظهوري ما كان فيها كثير للدرجالين والواحد ممكن يحكم فيها بس شخصية ميرفت اللي في حلقة مدرسين صالحين للعمل كانت شخصية مصرية لعبت دورها الحمد لله يعني على حسب ما سمعت انه لعبت الدور بشكل جيد ولكل اثنى عليها والكل حب الشخصية ونعرضت حلقة ليلة خميس اللي هي بعدها بحلقة وهذه فعلا انا حصلت عليها اصداء كثير يعني وكل تكلم عن الحلقة هذه لانها كانت حلقة هادفة وحتى تصويرها ايجا مواكب مع ندوة السلام المرورية كنا نصورها بنفس الفترة ولكل ادى ما لدي في الحلقة هادفة تصديين محفوظة اني انا فكرتك في البداية مصرية تعرفين ليش لانت تجيدين يعني اللاجة المصرية باسلوب وايد حلو كيف عرفت تسويينها؟ لا البركة في مدرسينا لا تنسينا يدرسونها مصريين من سنين الحمد لله بدنا تعرفي الدراما المصرية كثير من تشرة فالواحد بنكثر متابعتها للدراما المصرية اتقن اللغة وبدنا مو هي صعبة للدرجة ان الواحد ما ممكن نايتقنها بس اللي اكثر شي عجبني فيه اللبس اللبس وفقتي طيب اش رايتش نسمع شي تلي وصري شو ممكن نسمع شي او يعني نشوفها مع بعض بالفيديو وبعد كذا ممكن نتكلم ولا وشي باقي انا مثلا عاوز ارألي كيف نجن دلوقتي يا حبيبتي خليك معانا وخلينا نبص دلوقتي الفيديو مع بعض ان شاء الله يلا نشوفها مع بعض انا يا جوضك فقالي اسبوع واحد بس هنا فاومان اول يقول المحاضرة الجاية عصاعة لازوات ابعدنا مطايعين هوا هم يدوروا ونحن يا عشين ربي صغيرين ونشتغل ايه دا لا 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 يا استميرة علامش علامش مربط خوفتيني مو هناك مو حبت انا شايف حاجة مش هقدر اقولها لي لو نييتك صافي كانت تنتيك صحي بترعني تنتي لا ممكن جابوا يشوف فنزادا اللي خاضرت كل سبوع سبوعين ياتنا واحدة شكل تحاضط اصل الجوزي تحطت عينه على بنوتة صغيرة حلوة منك كده يا حياتي انا بس دلوقتي تأفكدت من القطوش الروفيادي اللي نزلة من فوق بص كده ترات ودتيها عند دلال بن سلام وننمي انا عايزة تقريل الفنقن دلوقتي انتي لو لاحظتي ان الحلقة اللي كانت قبل انا كنت تتكلم باللهجة البدوية نمنت في المنطقة الشرقية امي من جعلان بن ابو حسن فكنت اللهجة البدوية الحلقة اللي بعدها مباشرة كانت الدور المصرية يعني فالكل تفاجأ بالتغير اللي صار يعني هل ممكن واحدة بدوية وتتقن اللهجة المصرية لها الحلقة تتوقعي معفوظة ان يكون الممثل يتقن اكثر من لهجة اكثر من دولة المصري البدوي يعني اكثر من لهجة تتوقعيها هذي ميزة حلوة هي ميزة حلوة كتير تعرفي ليش لانه ممكن اي دور يسند اليش احيانا يتطلق الدور انتي بتعايشي كيف ما يعني ما ممكن انا اخذت شخصية او اقتمست شخصية مصرية اطلع فيها باللهجة العمانية او انه احاول اني مثلا اجيبها مكسرة انا ما ادربت عليها كتير اللهجة المصرية بحكم مثل ما قلت انه انا ادخل مجال التمثيل وهي كانت بس محظم صدفة يعني والحمد لله شفت مجال كتير طيب وكتير رائع يعني ابدا حتى يعني قلتيني من ايام المدرسة ما اجرت تتمثلي بالمدرسة ولا حتى يعني حاولت انك توصلي مثلا للتلفزيون العماني تحاولي انك انتي تبرزي موهبتك وتخبرهم انا اتمنى اني اشارك ولا 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 مرة بالعكس انا كان عندي طموح اني اكون مذيعة وهذا كان سنين زمان وبعدين بحكم العمل وانشغلت في شغلي يعني هي بس كانت هواية انا في المدرسة كنت اقدم برامج الطابور الصباحي وشي اسمنا وما شابه الحفلات اذا يكون في حفلة يعني البذرة موجودة اي بس يعني كمجال تمثيل لا يعني كمجال تمثيل ما كانت اصلا الفكرة موجودة عندي من الاساس حالو نعم محفوظة خبرين من من الممثلين والممثلات ان كانوا محلين او بالخارج من دول مش استعاون او حتى الوطن العربي يعجبك وتحسين انه هو قريب منك وتحسين فعلا ممكن تستفيدين منه من خلال متابعتك لأعمال الدرامية بالنسبة للفنانين العمانيين انا كثير تأثر بالنجمة الكبيرة تحية لها الفنانة شمع محمد وفعلا يعني هالانسانة لها فضل كبير علي كانت متابعة جيدة الي حتى اثناء التصوير كانت تحضر او تتصل فيني ترشدني يعني كثير خضيت من خبرتها وانا اوجه لها تحية كبيرة من خلال برنامجكم واحنا ايضا وجه لها اجمال تحية بالنسبة للخليج يعني كثير احب الفنانة حياة الفهل احس انها عفوية في اداءها لأي دور يعني تتعايش مع الشخصية بسرعة كبيرة واتمنى اتمنى ان فيهم من الايام يجمعني عمل فيها وان شاء الله يارب اوصل لنفس مستوى ان شاء الله ليش لا الطموح دايما يعني ممكن يطمح لهال مساوياته اكثر واكثر ان شاء الله ونتمنى انك توصلين راح تواصلين ولا مثل يعني في مجموعة من الاسماء بدون ما اذكر اسماءهم يطلعون فترة ويختفون وما نعرف اخبارهم هذا السؤال انا نسألت يا اكثر من مرة نبي نطمن احنا نبي نطمن على هالوجوه اللي يتمنى نتسلم حتى في الفريق الرائع اللي كان معي في درايش الكل يشجعني مسألة الاستمرارية في العمل الفني كممثلة انا انا تركتني للجمهور الجمهور واللي يحكم اذا الجمهور شايف انه ادائي جيد وممكنني انا اكمل مشواري فلنش لا يعني اذا نعرض علي نص وحسيت اني انا اجد نفسي في الشخصية هذه ما يمنع اني اعيد الكرة ان شاء الله هذا اللي احنا نتمنى لك يا رب ان شاء الله محفوظة فيه ادوار معينة تحسي انك تحبي تمثلينها في احد النصوص في احد المواضيع في كذا دور تحسي انا راح ابدع في هذا الدور انا احب الادوار المؤثرة مثلا عطينا بعض الانثلة شوفي مثلا الدور اللي في ليلة خميس حسيت انه فيه رسالة هادفة لازم توصل يعني حسيت انه فيه شي لازم انا اعمله الشخصية كانت كثير رائعة انه هي كانت ام لشابين في مقتبل العمر يصير عليهم حادث يتوفوا الحلقة هذه انتي مت اتصور مدل الصدر اللي انا حصلت انا لدرجة يعني تلقيت حتى التصالات من خارج السلطنة انه الحلقة كانت كثير مؤثرة يعني انا حتى والدتي يلا يذكرها بالخير ان كانت تتابع الحلقة قالت انا تابعت الحلقة ونسيت ان انت بنتي واللي درجة انها بكت فكثير الناس اتصلوا فيني ان الحلقة كانت كثير مؤثرة يعني فاتمنى يعني اني اي حلقة يعني اشارك فيها او اي دور اشارك فيه يكون دور مؤثر ما راح اقولش اني انا افضل شخصية عن شخصية بس شخصية تكون هادفة وعندها رسالة لازمة توسطها هذا اللي نتمنى شو اخبارت مع صيام شو اخبارت خلال هذه الفترة ومع الاكل الحمد لله رب العالمين رمضان كريم الاكل لا الحمد لله انا من النوع اللي وايد احب اطبخ حلو انا موظفة يعني ممكن يعني ممكن تتحدين شيفنا لا عب لا مارا ما اوصل لهم شيف بس كثير احب اطبخ بعدما ارجع من دوام تصورنا ارجع من دوام الساعة انتين فاحبني ادخل مطبخ احبني اخترع اكلات ومن ضمنها اكتوني من يومين مخترعت لهم بيتزا وبس احترقت للأسف شديد فباخذ الوصف صحيحة من الشيف عيسى وان شاء الله خلال هذه الفترة كلنا نطلع طباقين مهرم من ايضا انا اشكر وجودتي معي بالسوديو اتمنى لتكل التوفيق ان شاء الله في مسيرتة الاعلامية ودائما من اعلى اللي اعلى ان شاء الله محفوظة راشد شكرا وانا اشكركم على هالاستضافة الرائعة وشكر كبير كبير للاستاذ المبدع الكبير محمد وقف الله يعطي الف صحة وعافية لانا هاي الانسان فعلا انتعب معانا من تأهيل ومن تدريب وكان باع طويل يعني فالف الف شكر الى واتمنى يا رب ان شاء الله في الايام القادمة يجمعني في عمل ان شاء الله اكيد تحياتنا للاستاذ محمد وقف عبر برنامجنا شكرا طبعا لضيفتنا محفوظة راشد على حضورها معانا بالاستوديو يعطي تألف عافية شكرا كل عام